أعلنت وزارة البترول والثروة المدنية طرح مزايدة عالمية جديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والتي تضم 23 منطقة جديدة وهي 10 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتان بالصحراء الشرقية و7 مناطق بخليج سويس و4 مناطق بالبحر الأحمر وذلك على بوابة مصر رقمية لاستكشاف والإنتاج ووضحت وزارة البترول أن المزايدة الجديدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأسليب الرقمية في إعدادها وعرض بيانتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي توفر نافذة تسويقية متطورة كليا للفرص البترولية المتاحة حصد البنك المركزي جائزتين دوليتين لمساهماته الفعالة في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات حيث وفاز البنك المركزي بجائزتين الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة العربية وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي سنويا كما تم تكرمه لوصوله للتصفية النهائية فيما يتعلق بتحقيق التزامات الشمول المالي تعهدات مايا جاء ذلك خلال مشاركة وفد من البنك المركزي في فعليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للتحالف الدولي للشمول المالي في الفلبين وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعملات الجلسة اليوم بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر اي جي اكس سبعون للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين الجانب فيما مالت تعملات المصريين والعرب للبيع وسط تدولات تصل إلى مليارين وسبعمائة مليون جنيه ارتفع مؤشر اي جي اكس ثلاثون بنسبة ثلاثة وخمسين من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى عشرين الفا وثلاثمائة وعشرين نقطة فيما ترجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سبعون بنسبة أربعة من عشر بالمائة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف وثمانمائة واثنتين عشرة نقطة صعد مؤشر اي جي اكس مائة بنسبة ثلاثة عشر من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى خمسة ألاف وستمائة وثمانين وثمانين نقطة ارتفعت أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صدرات الوقود وسط استمرار حالة القلق مرفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما قد يضعف الطلب وصعدت العقود لأجل لخام برينت بنسبة خمسة من عشر بالمائة إلى ثلاثة وتسعين دولار وخمسة وسبعين سنت للبرميل ووصلت العقود لأجل لخام غرب تكسيس الوسيط الأمريكي ما كاسبها للجلسة الثانية على التوالي هذو تم تدولها عند تسعين دولار وثلاثة وخمسين سنت للبرميل باتفاع قدره ستة من عشر بالمائة كما تراجعت أسعار المزود تعلمين بنسبة واحد وستين من مائة بالمائة لتصل إلى ثلاثة دولارات وعشرين سنت للتر هذا وارتفعت أسعار الغاز الطابعي بنسبة ثمانية وثلاثين من مائة بالمائة لتسجل نحو دولارين وخمسة وستين سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أسواق العملات اقترب اليين الياباني من مستوى مائة وخمسين يين للدولار مما أبقى المتدولين في حالة ترقب لتدخل السلطات منذ ذلك سجل الين أدنى مستوى لهم منذ أكثر من عشرة أشهر ليظل على مسافة قريبة من المستوى الذي يرى بعض مراقبي السوق أنه قد يحفز تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي على غرار ما حدث في العام الماضي موسيقى